قام وفد من الصحفيين الإيطاليين يمثل مجموعة من المنابر الإعلامية بزيارتنا لمدينتي مذاكش وأجدير من أجل اكتشاف مختلف أوجه الحياة بالمغرب وكذا إمكانياته الاقتصادية والسياحية والثقافية استدعينا 12 صحفي إيطاليين يحاولوا يعطيه الصورة الحقيقية للمغرب باستقرار دياله بالسياحة دياله بالجمالية دياله بالإنسياتيب اللي تدارو اليوم حاولوا يتقربوا من السيرف اللي هما إيطاليين وصحفيهم عمارهم عرفوا السيرف يعني هذا تعريف له قيمة مضافة للواقع المغربي بأن الواقع المغربي متميز ومختلف ونحن فرحانين بأن المغرب تعطي الصورة الحقيقية للصحفاء والسياسيين وكل أشخاص اللي ممكن جاء وتعرف المغرب هذا الوفد الذي تأتي زيارته قبيل فعاليات المهرجان المغربي الإيطالي أمضى ثلاثة أيام في مدينة أجادير في إطار برنامج شاملة زيارة المواقع التاريخية وضمنها قصبة أجادير أفلة وأنشطة رياضية ضمنها مباراة في كرة القدم ضد فريق من جمعية الصحافة الرياضية الجهوية مع زيارة للكرنيش وأكاديمية التزلج المائية